موسيقى معنا بفاميليوم سيدة جورجينة إبراهيم soft skills trainer أو مدربة مهارات حياتية أهلا وسهلا فيك هذا اللي كمين مدرسة جامعية ولو منقول مهارات حياتية منقول بكل أكيد المجتمع وين ما كنا بس نحن اليوم رح نحكي عن العيلة بالتحديد المطرحة اللي مناخد الاشياء فور جرانتد يعني ما منتبه انه كمين في أشخاص نحن عايشين معهم في أشخاص عندهم ما بعرف برايفيسي تابعيتهم عندهم شخصيتهم مش دايما ناخدهم يعني هيك شي مكتسب شي يعني خلاص ضروري انه يكونوا عايشين معنا وعلى زوءنا كل واحد كمين لازم يكون مرتاح بها العيلة شو يعني عيلة بالنسبة لألنا أول شي صباح الخير لكل المشاهدين ما في شك انه الفكرة تغيرت والأمور اللي منعالجها ومنحكيها عن موضوع العيلة فرق كتير لطريقة كيف عم نعيش العيلة هلأ طريقة كيف عم نتواصل بالعيلة يمكن قبل كان شي كتير عادة تحسين حاصل انه كلنا نجتمع النهار الأحد على الغداء نكون عم نحكي مواضيع العلاقة بشو صار معنا خلال الأسبوع هلأ من الأمور اللي منحكي عنا كتير للتواصل اللي عم يكون بالعيلة من خلال الإنترنت من خلال التليفون الخليوي من خلال كتير أمور يمكن عم بتبعد شوي للأحاديث اللي عادة نحنا كنا كانت تصير بين الأهل وولادهم نحن عم بتقولي التواصل هو عبر الخلال والإنترنت بس ويمكن العوقات كمان الإنترنت عم يخلينا منكون عم نتواصل عم نتواصل مع البعيد بس عم نفقد التواصل مع الشخص القريب واللي موجود معنا مزبوط بحب أقوله هنا نحن لسؤل حزم عنا دراسات عن هذا الموضوع ولكن إذا منفوت على أي موقع إلكتروني بيحكي عن هالمواضيع في كتير دراسات في كتير أبحاث بتعطيكي بالأرقام قديش في ما رح أقول أطفال بس قديش في مراهقين بعمل 13 14 15 عندهم هالهواتف الخليوي يلي عم بديش حتى عدد ساعات بقدوها بنهار عم بيتواصلوا إن كان مع أصحابهم ولا مع أهلهم بالنهاية هنا عم نستعملوا هالهاتف كرميلة كرميلة تواصل قديش عم بيؤدوا عليه الساعات وقديش هيدا عم بيأثر على المفهوم العائلة مثل ما حضرتك مثل ما حضرتك بلاشت قديش عوقات من يقولنا عايشين سوا بس ما عم نشوف بعضنا صح مزبوط يعني وين العزر أنه عايشين سوا بس ما عم نشوف بعضنا مش دايما مشغولين يعني بفعلا بشغل ما بنقدر نستغني عنه لحتى اللي نتواصل سوا بس ما شغولين بكل الأشياء التي تكنولوجية التي متاحة لأني بس كنا عم نحكي إتيكات وإتيكات بالعائلة على الطول بيكون المسؤولية على الأهل يعني لما إذا عم نحكي أنه في مشكل بالتواصل بين الأولاد والأهل الحق على الأهل وفي هيك مثل قاعدة ذهبية منحكيها بالإتيكات بما يتعلق بالعائلة أنه إذا الأهل بدون شيء من أولادهم بدون هم يكونوا المثل يعني إذا بدنا أولادنا أنه يحكوا معنا نحنا بدنا نناديلهم لحتى يحكوا معنا إذا بدنا أن أولادنا يعرفوا يتصرفوا صح نحنا بدنا نتصرف صح فالقاعدة الذهبية هي أنه مثل ما بدتكن أولادكم يكونوا أنتوا كمانا يكونوا إن كان بالتصرف إن كان بالحكة إن كان بالسلام إن كان باللبس بالتعاطي مع الآخرين فهون المسؤولية بتكون الأكتر على الأهل كلمة إتيكات يعني بتعني أنه في شوية ما بعرف رسميات بالتعاطي هل هالشي صحيح وهل بالعائلة لازم يكون فيه نوع من الرسميات أوقات بموادع معينة ديسيبلي معينة أو دائما لازم نكون كتير مرتاحين على وضعنا ما في الشك مثل ما قالت حضرتك الإتيكات هي عبارة عن قواعد أكيد منها مكتوبة من قانون ولكن هي أعرف تنكتب ويصيروا الأشخاص والناس والمجتمع يعترفوا فيها ويطبقوا ولا تسهل علاقة العالم مع الآخرين والأهم أنه ما يكون فيه إزعاج للناس اللي عم نشتغل معهم عم نعيش معهم عم نتواصل معهم فإذا ما ناخد هالفكرة من يعني كهيكي قاعدة عامة أكيد الناس اللي نحن عايشين معهم ما بدنا نكون فيه أي إزعاج من قبلنا لألون وفيه أمور لازم ننتبه لها مش نخدهم مثل ما قلت هيكي تحسي الحاصل أنه أهلنا أو أخواتنا لكن شو ما عملنا ما رح ينزعجوا مننا لا في كتير أمور لازم تكون تنحكا وينحط هيكي مثل ما حط النقطة على الحروف بالعالي التكنولوجيا موجودة بحياتنا شئنا أم أبينا ما فينا يعني أدبا نحاول ما رح نقدر لا نوقف الإنترنت ولا نطفة تيفي كل الوقت ولا نوقف الموبايل والواتساب والفيسبوك والآخرين شو اللي يجب نعمل بينهارنا؟ شو لأنهم يجب أن يكون موجود في البيت؟ لا نقدر نحافظ على التواصل بدون ما كمان نكون كأهل عم نزعج هالشباب والصبايا يلي خلاص صار عندهم طريقتهم الخاصة بالتواصل لا أكيد ما رح فينا نمنعهم ومش لازم نمنعهم لأنه رح يكونوا بعاد عن جو أصحابهم رح يكونوا بعاد عن اللي عم بيسير ولكن هي بسوى نحدد عدد ساعات معينة يعني مثل ما كنا ما بعرف مذكر ما كنا صغار أنا وياك كاتيا كنا هذه الساعة من نيم هل قد ساعات من ندروس هل قد ساعات من نحضر تلفزيون يعني سنين لورا ما كن فيها الخيارات اللي عندهم إياها الأجيال هلأ صديس ويتحدد عدد ساعات معينة يعني ساعة أو ساعتين يعني الأهل هن اللي بيحددوا هالمواضيع إنترنت أو دهرة مع الأصحاب يعني كل شي ما نكون عن نتحدد بيكون هلثي بيكون صحي للأخير يعني كي مجهود من قبل الأهل ما في شك الأهل هن اللي رح يحددوا هالأتيكات بكثة وضع الأوانين يعني الساعة كذا لا الساعة كذا في تطبيقة بس في كمان يمكن هالوقت يلي بدون يمضوا الولاد مع أهلهم بدون التكنولوجيا يكون كمانا أتراكت بالأهلهم يكون يعني جزء يحبوا يقضوا وقت مع أهلهم يمكن يعملوا دهرة مع بعض كتير مهم وقت العائلة الوقت اللي بيقضوه مع بعضهم وبستغرب أنا يعني من علاقاتي مع الأصحاب وهيك فيه أشخاص ممكن تقطع أسابيع ما بيحكوا مع أهلهم ممكننا نكون عيشين سوى ومش عيشين سوى يعني ما منقضي وقت مع بعض يمكن بدل ما نقول فيها الأدى وقت للإنترنت أو للتيفي أو إلى آخره فينا بالعكس نقول فيها الأدى وقت للعائلة ورح نعمل فيه هيك يمكن تصير أهيا من الأشياء أكيد 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 ما فيه شك فيه كتير أمور بتعلق بأتيكات العائلة مش بس كيف نقضي وقت مع بعض حتى إذا بتسمح نحكي عن موضوع مثلا لما نكون عن نستعمل ذات الأغراض بالبيت ما ناخد كمان بتحسين حاصل أنه فينا نستعمل ذات الأغراض فيه حتى إتيكات لكيف فيك تستعيري شغلة يعني بديك تسألي بديك تحافظ عليها وبيقولوا حتى بالإتيكات مرحلة كثيرة نفصلة يمكن فيه ناس ما كتير تحب تحب الفكرة ولكن إذا شغلة كتير كتير غالية عليك ما تعريها لحدا الاحترام خصوصية الآخرين هل كانوا بقلب العائلة خاصة لما نتدرب على طريقة معينة بالحياة ضمن البيت وضمن العائلة هالشغلة منطبقة لشعوريا بالمجتمع صح مزبوط أكيد ما هو لما بتشوفي أشخاص إن كانوا بالمطعم إن كانوا بالمستشفى يعني كل محل إله إليه قوانين إليه إتيكات خاصة فيه لما منبلش نطبق الاحترام ونحترم غيرنا ويكون في عنا مثل بالبيت اللي هو الأهل الأم والبي أكيد أكيد الولاد أوتوماتيكي يعني بطريقة هيك تلقائية راح تصرفوا بطريقة صح برات البيت